وش رأيكم لو نحسم الجدل بين هذا الأطرين ديور أوم 2020 ديور أوم سبورت 2021 ناس كثير تقول ديور أوم سبورت أفضل ناس تقول ديور أوم 2020 أفضل اليوم راح نحسم الجدل أنا جربت الأطرين تجربة ومفصلة وراح أطيكم رأيي بالتفصيل في الأطرين لك أنت بالأخير حرية الاختيار تختار ديور أوم تواليت أو تختار ديور أوم سبورت أو أنت ممكن تروح للرأي أحد ثاني أنت حر بس قبل نبدأ جمعات الخير كرمة تعطوني لايك على المقطع والمتابع السابي التابع السابي لمزيد من التغطيات ومقارنات بين العطور ويلا نبدأ حياكم الله من جديد لكن قبل نبدأ نوضح أشكالها لابلا في ناس يخبطون بين الأثنين كثير وكذلك تركيز العطرين طبعا هذا اللي علمين ديور أوم سبورت واضح هنا كلمة السبورت تحت الثاني ديور أوم تواليت واضح هنا في الشكل ومختلفين مختلفين في الشكل شوفوا حتى لو تقارن الشكل مختلفين ممكن فيه شبه بسيط بس كلمة سبورت تتمييز ديور أوم سبورت تركيز العطرين كلهم الاثنين تواليت ما في لا بار فام ولا أودو بار فام ديور أوم 20-20 تواليت ديور أوم سبورت 20-21 كذا وضحنا أشكال علم عشان ما أحد يلخبط بينهم العطار اللي سوى العطرين هو واحد اسمه فرنسوا ديمكلي عطار واحد لذلك انت تلاحظوا من رائحة قريبة لأنه نفس العطار هذه النقطة الأولى النقطة الثانية العطرين كلهم خشبية بس هذا خشبي حمضي بزيادة ديور أوم سبورت أصلا انت من تشوف كلمة سبورت خلاص بيكون هذا العطر الحمضي بالغالب 99.99 بيكون عطر حمضي فإذا انت شخص ما تحب العطار الحمضية لا تشتري أي عطر سبورت ممتاز؟ طيب هنا ديور أوم تواليت أيضا عطر خشبي مثل الحمضيات في قليل هو عطر خشبي مسكي يعني وش الفرق بينهم؟ إن هذا حمضي بزيادة 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 تكلم عن مكونات العطرين أيضا مكونات العطرين متشابه في الأثنين فيهم البرقامت فيهم الفلفل الوردي فيهم الزنجبيل فيه اختلافات بسيطة بينهم اللي هو هذا هنا في خشاب الكشمير خشب الأرز أيضا البتشولي اللي هو ديور أوم تواليت فيه المسك والآيزو إيث السوبر ونجيل الهند مختلفة عن ديور أوم سبورت ديور أوم سبورت يفرق عن هذا إن فيه العنبر واللبان اللبان مميز في لطر هذا أنا أشوفه أجمل كرائحة بالنسبة لي أنا رأيي الشخصي ماجد أشوف ديور أوم سبورت أجمل كرائحة من ديور أوم تواليت طيب تكلمنا عن الرائحة وتكلمنا عن مكونات خلونا نتكلم على الأسعار الأسعار حول بعض ما فيه فرق كبير طبعا الـ 125 ملي في ديور أوم سبورت تقريبا سيري 480 85 طبعا هذا عند متجر فانيلا وهو الأرخص من وجهة نظري ديور أوم تواليت 100 ملي تقريبا يطلع عن 420 باستخدام كود الخصم MS للأثنين بعد ما عرفنا الرائحة والمكونات والأسعار خلونا نتكلم عن الأداة والثبات الفوحان واللي يهم ناس كثير صراحة الأسبورت يتفوق على التواليت بفارق ملحوظ جدا إذا كان يهمك الثبات والفوحان أنا أقول لك خذ الأسبورت وانت مغموا لأنه هنا يعطيه 7 إلى 8 ساعات بالراحة وأنا مرتاح ديور أوم سبورت الفوحان من الساعة ونصر لساعتين وانت مرتاح مرتاح جدا طبعا هذا رأيي الشخصي في العضور حسب تجربتي الشخصية ديور أوم تواليت يعطيك 4 إلى 5 ساعات ثبات الفوحان بصراحة ساعة ساعة بعدين ما عند أشمه بشكل ملحوظ يعني الفوحان هنا أقل أيضا من ديور أوم سبورت نجيه للتقييم النهائي اللي عطرين ونشوف وش الأفضل بينهم من عشرة من وجهة ناظرية الشخصية ديور أوم عشرين عشرين ستة من عشرة ديور أوم سبورت عشرين وواحد عشرين ثمانية من عشرة اللي اشياء ماجي طييم ونسقون نفس الريحة وحول بعض وعطار واحد صح بس هذا يتفوق في التبات الفوحان يتفوق في الحجم لأنهم قريبين من بعض في السعرية يعني حول بعض بس هذا مية وخمس وعشرين ملي هذا مية ملي تبات الفوحان يتفوق ديور أوم سبورت أيضا في شيء مميز في ديور أوم سبورت أنا عجبني اللي هي نوتة اللوبان واضحة جدا وأنا أحب نوتة اللوبان تكون واضحة مع العطور الحمضية خصوصا عطور السبورت بعضكم ممكن يجب أن يجب هذا حمضي بزيادة طيب هو عطر سبورت لازم يكون حمضي اشتريكم بتشولي مثلا طبعا هذا كان تقييمي للعطرين بالنسبة لوقات استخدامهم طبعا عطرين صيفية تقدر تستخدمهم أيضا في أي فاصل ثاني بحكم أنهم صيفية تقدر تستخدمهم في أي وقت وفي أي زمان هذا كان تقييمي للعطرين ديور اوم عشرين عشرين وأيضا ديور اوم سبورت واحد وعشرين أتمنى أن ينفقت في ذلك وتنسوني من الدعم واللايك وفي أمال طبعا